أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بإعادة بسحب كل قواتها من العراق يمكن أن يكون هناك إعادة تموضع يسمى إعادة تموضع لهذا التحالف لدحر داعش هو يسمى تحالف لدحر داعش وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك إعادة تموضع ثنائي من قبل الولايات المتحدة والعراق حسب اتفاقية ثنائية وإذن هي عملية أو ترتيبات ثنائية فالبعض يمكن أن يبقى بالأخص من أجل مواجهة تهديدات الإيرانية في الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تبقي هذا الوجود تذكروا أنه كان هناك عملية تصدي لبعض الصواريخ ولذلك أعتقد أن البعض من هذه القوى سيبقى ربما لن يبقى بنفس الكمية بقاعدة عين الأسد يمكن أن يكون في بعض المناطق الأخرى يمكن أن يكون هناك تجمعا في منطقة أربيل ذلك ممكن لأن الحجل الشعبي لا يذهب إلى أربيل لا يقوم بمهاجمة الولايات المتحدة هناك لا يستطيعون القيام بذلك بشكل سهل أن يقوموا بالهجوم في أربيل وفي المنطقة الكردية فربما تقوم الولايات المتحدة بالعمل من المنطقة الكردية في المستقبل هذا ممكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر